السلام عليكم تعتبر إجازة الصيف فرصة مثالية للتركيز على تطوير الذات والاستفادة القصوى من هذا الوقت الكبير في حلقة اليوم سنكتشف بعض الطرق العملية للاستفادة من إجازة الصيف لتطوير نفسك سواء كنت طالبا أو موظفا أو صاحب مشروع طموح إن هذه النصائح ستساعدك في استغلال وقتك خلال الإجازة بأكمله لنبدأ الحلقة يا أصدقاء أولا تحديد أهداف واضحة أول خطوة للاستفادة القصوى من إجازة الصيف هي تحديد أهداف واضحة يجب أن تخصص وقتا لتحديد المجالات التي ترغب في تطويرها أو المهارات التي ترغب في اكتسابها مثل تعلم اللغة الإنجليزية أو العمل الحر استوفر لك هذه الخطوة خريطة طريق وتحفيزا لك طوال فترة للصيف ثانيا القراءة وتوسيع المعرفة لا شيء يضاهي الاستنتاع بالغوص في صفحات كتاب جيد قم بإنشاء قائمة قراءة تتوافق مع اهتماماتك ومجالات النمو الخاصة بك سواء كانت قصصا خيالية أو غير خيالية لماذا لا تستغل هذا الصيف لتعلم مهارة جديدة أو تطوير المهارات التي تمتلكها سواء كان ذلك تعلم البرمجة أو التصميم أو المنتاج أو إتقان لغة جديدة أو استكشاف هواية إداعية مثل الرسم أو التصوير هناك العديد من الموارد والبرامج للتعليمية المتاحة عبر الإنترنت لمساعدتك في ذلك رابعا التسجيل في دورات عبر الإنترنت أو ورش العمل لقد غيرت منصات التعلم عبر الإنترنت طريقة اكتساب المعرفة استفد من هذه المرونة عن طريق التسجيل في دورات أو ورش عمل عبر الإنترنت تلبي اهتماماتك وطموحاتك المهنية تقدم منصات مثل كورسير ويودمي وكون كابيمي مجموعة واسعة من المواضيع والمجالات بصفة مجانية فما عليك إلا أن تبدأ خامسا التطوع أو العمل التدريبي قم بعمل ثرق في حين تكتسب خبرة قيمة عن طريق التطوع أو العمل التدريبي في مجال يثير اهتمامك ستساعدك هذه الخطوة العملية لاكتساب مهارات عملية وتعزيز سيرتك الذاتية بالإضافة إلى أنها ستمنحك الشعور بالإسهام في قضية تهتم بها تواصل مع المنظمات المحلية والمنظمات غير الركحية أو الشركات لاستكشاف الفرص المتاحة سادسا السفر واستكشاف الثقافات الجديدة إذا سمحت لك الظروف استغل هذه الإجازة الصيفية للغوص في ثقافات وتجارب جديدة يساهم السفر في توسيع آفاقك ويساعدك على تطوير المهارات الشخصية ويزيد من فهمك العميق للعالم لذا انطلق وأصنع ذكريات لا تنس سابعا الأولوية للصحة البدنية والعقلية بين جميع التعلم والنمو لا تنس إلى الأولوية للصحتك البدنية والعقلية خصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية بانتظام وممارسة الاسترخاء والتأمل وإقامة عادات صحية تذكر أن العقل الصحي والجسم السليم هما أساس التطوير الشخصي ثامنا التواصل وبناء علاقات مهنية استغل هذه الإجازة لتوسيع شبكتك المهنية شارك في فعاليات التواصل اطلق مقابلات معلوماتية أو تواصل مع خبراء صناعة معينة عبر منصات التواصل الاجتماعي بناء علاقات وتعلم من المحترفين ذوي الخبرة يمكن أن يفتح أبوابا لفرص مثيرة في المستقبل تاسعا التأمل وتحديد الأهداف المستقبلية استخدم هذه الإجازة الصيفية كوقت للتأمل الذاتي نظرا لما قد حققته واجهته وتعلمت حدد أهدافا ذات مغزا للمستقبل وأنشئ خطة عمل توجهك خلال الأشهر المقبلة أو السنة الدراسية عاشرا تحقيق التوازن بين الإنتاجية والاسترخاء على الرغم من أهمية التركيز على التطوير الشخصي لا تنسى الاسترخاء والتمتع بإجازة الصيف أعثر على توازن بين الأنشطة المنظمة ووقت الفراق اسمح لنفسك بالاستراحة والاسترخاء لتستعيد طاقتك وتعود بحماسة ونشاط متجدد في الختام من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات يمكنك جعل إجازتك الصيفية فترة تحول للتطوير الشخصي والنمو الذاتي تذكر أن هذه الفترة هي فرصة ذهبية للاستثمار في نفسك واستكشاف آفاق جديدة شكرا لمتابعتكم وسنراكم في الفيديو القادم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وشاركوا أفكاركم في التعليقات أدنى أتمنى لكم أن تغيروا حياتكم في هذا الصيف فالحياة قصيرة جدا فاستثمروا أوقاتكم جيدا